وفي كردستان أكد الرئيس مسعود بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقاطع الانتخابات بل يريدها شفافة وموثوقة بعيدة عن التدخلات الخارجية جاء ذلك خلال استقباله في مصيف صلاح الدين الصفير الأمريكي لدى العراق ألينا رومانوسكي التي هنأت الرئيس بارزاني وشعب كردستان بحلول عيد نوروزة فيما أبدت قلقها وقلق بلادها إزاء التطورات السياسية الأخيرة وضرورة العمل مع الأطراف الأخرى لمعالجة المشكلات والمخاوف والملاحظات المتعلقة بانتخابات الأقليمة ومن جانبه أشار بارزاني لأن الديمقراطي لا يخشى العملية الانتخابية بل يتحفظ على طريقة إجراء الانتخابات ومخاطر زعزعة أسس التغايش وإلغاء مشاركة المكونات في الحياة السياسية